لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة من عدد محبينها من خلال عدد اللايكات بتاعة الفيديو ده ومن فضلك تابع الفيديو للنهاية علشان تعرف التفاصيل ويلا بينا على الفيديو الشيف نجوة بن برايم هي شيف جزائرية ومقدمة برامج طب على قناة ساميرا تيفي تنحدر من الجزائر العاصمة ذات مستوى جامعي متزوجة وأم الطفلين ولدي اسم عبد العالي وبنت اسمها ياسمين والدتها الشيف سعيدة بن مريم سيدة الطبخ الجزائري غنية عن التعريف شقيقتها الشيف ساميحة بن مريم من بين أشهر شيفات الطبخ في الجزائر وهي صغيرة كانت تحب تعلم وحفظ الكرآن الكريم موهبتها في الطبخ تولدت لديها بعد زواج شقيقتها الكبرى ساميحة بن بريم وسفرها إلى السعودية رفقت زوجها بحكم عمله هناك سنة 2002 والتي تركت فراغا كبيرا في العائلة بحكم أنها الأخت الكبرى وكانت بمسابة الأم الثانية لها ولإخوتها ومن هنا بدأت رحلتها في عالم الطبخ فدرست الطبخ في الجزائر وتكونت في فرنسا وكانت والدتها السيدة بن بريم مدرستها الأولى في الطبخ وأصبحت مدرسة في الطبخ في مدرسة العائلة مدرسة بن بريم للطبخ والحلويات التقليدية والعصرية الكائد مقرها في عيد النعجة بالجزائر العاصمة أول ظهور لها على الشاشة كان على قناة ساميرا تيفي من خلال برنامج زين وهمة ومن خلال أكبر مسابقات طبخ في الجزائر شقون هو الشاف تاهلت فيها إلى المرحلة النهائية وتوجد بالمرتبة الثانية نجوة بن بريم عمرها 32 سنة أصبحت تشارك والدتها وشقيقتها في تقديم أشهر وأكثر برنامج طبخ عائلي مشاهدة في الجزائر برنامج خبايا بن بريم على قناة ساميرا تيفي والذي تغيرت تسميته فيما بعد إلى بن بريم فاميلي البرنامج نال شهرة ونجاح كبيرين وتوجب المرتبة الأولى لفئة برامج الطبخ الطويلة مقدمة من طرف هلال التلفزيون الجزائري سنة 2021 وعلى نفس القناة قدمت دروسا في الطب من خلال برنامج أكاديمية الطب الشيف نجوة بن بريم تنشط كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتشارك متابعيها ومحبيها جديد وصفاتها وأخبارها على صفحتها من فيسبوك وتيك توك وإنستجرام والشيف نجوة بن بريم الصفحة الخاصة بها تعرضت للتهكير حزبنا الله ونعم الوكيل نشرت الشيف سميحة بن بريم عبر صفحتها على فيسبوك تقول إلى كل من رسلني بخصوص صفحة الفيسبوك للشيف نجوة بن بريم أقول لكم أن صفحتها تهكرت ونعتزر على كل ما ينشر فيها نحن غير مسؤولون عن ذلك وليس بوسعنا توقيفها حاليا لأن الأمر أصبح خارج تغطيته القضية رفعت إلى المختصين لعادة الصفحة الشكر لكم تساؤلكم وسرعة تفاعلكم وإن شاء الله ادعو لها ترجع لها الصفحة من جديد وطبعا سعيدة بن مريم هي والدتها سيدة الطبخ الجزائري وهي شيف جزائرية وأيكونة من أيكونات الطبخ الجزائري التقليدي والعصري عصامية قونت نفسها بنفسها أحبت الطبخ فأبدعت فيه تسعى دائما للتجديد والابتكار مع المحافظة على أسس ومبادئ الطبخ التقليدي الجزائري وهي غنية عن كل تعريف تنحدر من عائلة لها تاريخ عريق في الطبخ أم الأربعة أبناء من بينهم نجوة وسميحة التان تعتبران من أشهر الشيفات في الجزائر وبين خبرة الأم واللمسة العصرية للبنات وفي جو ينعكس دفعا على العائلة نال برنامج بن بريم فاملي شهرة واسعة بين الجزائريين وبس كده يا جماعة نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم وكل سنة وأنتو طيبين لأن رمضان خلاص على الأبواب وربنا يعود علينا وعليكم بخير بإذن الله موعد بداية رمضان يوم 11.03.2024 وبس كده نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو ونشوفكم الفيديو جاي سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد